اليوم الأحد السالي من شهر الطوبة المبارك الموافق 21 يناير سنة 2024 انجيل هذا القداس من معلمنا لوأة الإصحاح 11 من عدد 27 ل36 وفيما هو يتكلم بهذا رفعت امرأة صوتها من الجمع وقالت له طوبة للبطن الذي حملك والسديين الذين رضعتهما اما هو فقال بل طوبة للذين يسمعون كلام الله ويحفظونه وفيما كان الجموع مزدحمين ابتدأ يقول هذا الجيل شرير يطلب آية ولا تعطى له آية إلا آية يونان النبي لأنه كما كان يونان آية لأهل نينوة كذلك يكون ابن الإنسان أيضا لهذا الجيل ملكة التيمن ستقوم في الدين مع رجال هذا الجيل وتدينهم لأنها أتت من أقاص الأرض لتسمع حكمة سليمان هوذا أعظم من سليمان هاهنا رجال نينوة سيقومون في الدين مع هذا الجيل ويديننه لأنهم تابوا بمنادات يونان هوذا أعظم من يونان هاهنا ليس أحد يوقض سراجا ويضعه في خفية ولا تحت المكيال بل على المنارة لكي ينظر الداخلون النور سراج الجسد هو العين فمتى كانت عينيك بسيطة فجسدك كله يكون نيرا ومتى كانت شريرة فجسدك يكون مظلما انظر إذن لألا يكون النور الذي فيك ظلمة فإن كان جسدك كله نيرا ليس فيه جزء مظلم يكون نيرا كله كما حينما يضيء لك السراج بلا معانه والمجد لله دائما أبديا أمين الروح القدس في هذا القدس يعلمنا تلات أشياء مهمة الإنجيل متقسم ثلاثة امرأة بسيطة خالص بتقف كده قدام المسيح لما شافت الأعمال اللي بيعملها والمعجزات اللي بيعملها وإخراج الشياطين صرخت كده ورفعت صوتها وقالت له طوبة للبطن الذي حملك والسدين الذين رضعتهما المسيح وقف كده وقال لها بل طوبة للذين يسمعون كلام الله ويحفظونه هو ده المفتاح طوبة للذين يسمعون كلام الله ويحفظونه هل المسيح في المرات بيقول لا العدرة مش مهمة عندي بل المهم للذين يسمعون كلام الله لا بالعكس عاوز يقول لنا بصوا القديسة مريم عملت ايه عشان تاخد الطوبة هي عملت ايه هي عملت تلت حاجات سمعت وامنت وحفظت لما جي الملاك يبشرها وقال لها انيك انت هتكوني حامل قالت له كده الجملة ازاي هابقى حامل وانا ليس لي رجلا انا نزير الرب نزير يعني مش هتجاوز فقال لها روح القدس حلو عليك وقوة العالية تظليلك المولود منك يدعى ابن الله امنت وصدقت واعتقدت ان هي دي المرأة اللي تكلم عنها كل انبياء العدل قديم وحفظت هذا الكلام في قلبها لانه سر الميلاد من عزراء سر عشان كده لما قبلت اليسابات اليسابات طوبتها وقالت الله الذي ارسل الملاك ليعلمني بهذا الحدث وهذا السر هو يعلم ايضا القديس يوسف وفعلا سكت القديسة ماريا والله ارسل ملاكا الى القديس يوسف في حلم وقال له لا تخف هي ايه ده لا القديسة ماريا مدي حبلة من الروح القدس عشان كده يقيل عن القديس يوسف انه خادم سر التجسد لانه سر لم يعلم احد بيه نهائي هو ده اللي المسيح حاب يقول لهم يقول لهم عشان تبقوا لكم الطوبة وليكم نصيف السماوات لازم تسمعوا الكلام اللي اقولوا وتحفظوه